أمضت مصر لثامة عن اكتشافات أثرية في الأقصر في منطقتين وادي الملوك الغربي المعروف أيضاً باسم وادي القرود ووادي الملوك الذي يوجد به المقابر الملكية الشهيرة وقالت وزارة الآثار في بيان إن علماء الآثار المصريين اكتشفوا ثلاثين ورشة في المنطقة الصناعية بوادي الملوك الغربي وكان الفريق يعمل في وادي القرود الذي يقع في الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر منذ ألفين وسبعة عشر وقال البيان إن علماء الآثار عثروا أيضاً على رقائق من الذهب وبعض العناصر الزخرفية التي كان يطلق عليها جناح حورس والاكتشافات هي الأحدث في سلسلة من الاكتشافات الكبرى للآثار القديمة التي تأمل مصر أن تنعش نشاطها السياحي الذي تضرره بسبب الاضطرابات السياسية